يعمل السودان هذا ربكم ويعمل ايبع ويعمل ارضكم هو بذور عظيمة من هنا يبدأ تاريخ السودان من هنا يبدأ تاريخ نضالنا ارجو ان تكون المرحلة الغادمة على مستوى نضالات هذا الشعب المسؤولية كبرى امام قوة الحرية والتغيير لا بد ان تكون قوة الحرية والتغيير على مستوى شعبها ارجو ان تكون قوة الحرية والتغيير على مستوى نضالات هذا الشعب مدرحا على شهدانة وابلانة والدون الانتصار ده والحمد لله الانتصار جاء النهاية نار صبرت يكون الشارح 7 شهور حاجة جميلة جميلة جدا ما بتتوسف النهاية كل ما يتلاقى موكم مع موكم ما بتوسف قوة الحرية والتغيير ده غيادة لكن الغيادة الحقيقية الشارق وهنافس الوقت ادواتنا قاعدة الليلة شكوا المجلس السيادي الموضوع ده عجبنا عجبنا ما عجبنا ادواتنا قاعدة ومستعدين نصاعدة ونمارسة تاني من الفداية فما في داعي للمراوقة ما في داعي لأي حاجة في النهاية حكومتنا ستكون مدنية قصما عن أن يزول موسيقى 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 اسلام يا وصن موسيقى بجي رسالتي لي على الحرية والتغيير وللمجلس العسكري يعني اشتغلتوا صح اشتغلتوا صح ما اشتغلتوا صح شايفين الاربعة شهور والخمسة شهور ده الحصل نطلع الشارع تان ونطلع رابع ونطلع خامس ريف ده لحد ما يعني نصل